توني مودست المهاجم المنتصر للنادي الأهل يعتم معاه الاتفاق خلاص زي ما قلت لكم هيبقى لمدة موسم مقابل مليون وستمائة ألف دولار مع إضافة موسم آخر في حالة أنه تخطى نسبة مشاركة معينة تصل إلى خمسين في المائة من المباريات وعدد أهداف معينة يتم تجديد العقد تلقائيا لو ما وصلش للنسبة دي فهيبقى موسم واحد مع النادي الأهل مقابل مليون وستمائة ألف دولار تعالوا لكم شوية أرقام مهمة جدا عن موديست عشان تعرفوا بيها الراجل ده إزاي كان مهاجم مميز جدا بيلعب فيه أوروبا وصفقة نجحة جدا للنادي الأهل تعالوا بالتصريحات الأول بتاعت الراجل هتوني التصريحات الأول بتاعت موديست هو قال كلام مهم جدا قال إن أنا ما بخافش من التحديات مهما كانت كبيرة دائما جاهز لخوض أي تجربة جديدة لكن ستبقى تجربة كولن هي الخاصة بالنسبة لي بالمناسبة كان هداف مع الفريق وكان أفضل تاني هداف فرنسي جيه في تاريخ الدول الألماني بعد فرانك ريبري أهل أتمنى أن أحصل على فرصة عظيمة مع نادي جديد في خطوتي القادمة رغبتي الوحيدة هي مواصلة لعب كرة القدم باستمرار لأن ذلك أكثر شيء بحبه أهل كمان لدي بعض العروض من أندية محترفة وأكون مدراساتها بدقة كبيرة حالين وأستشير عائلتي قبل أن أتخذ قرارا نهاية خلال الأسبوع المجبل خد بالك ده قبل ما كان يحسم أمره مع النادي الأهلي أهل كمان لن أشعر بالخجل إطلاقا للعب في مستوى أقل لو كان ذلك مفيدا لي وسيجعلني سعيدا وهذا أهم شيء بالنسبة لي أهل تضرب حلام مع نادي فورتونة كولن الألماني ده فريق في الدرجة الرابع حتى أكون في كامل جهازياتي البدنية والفنية لخطوة المقبلة وأشكر الجهاز الفني واللعبين على مساعدتهم لي